الكابتن أسام عبد منعم نقد الرياضي الكبير وواحد من أصحاب الأقلام المؤثرة وأصحاب حتى الفكر الإداري الرياضي المهم عنده رؤية طبعا عنده رؤية وعنده تجربة وراسط جيد لواقع الحال كاتب النهاردة عمود مهم في الأهرام رحلة السقوط والعودة هقول لكم العمود كاملا لأن الحياة جدير بالقراءة بيقول الكابتن أسام عبد منعم الأهل دخل النفق الموضع ينبغي الانتظار إلى أن يصل التراجع الفني بفريقه الكروي الأول إلى هذا المستوى وتقدير المتوضع أن المسؤولية عن السقوط يتحملها اللعبون والإدارة معا ولذلك فإن المسؤولية عن النهوض والعودة إلى المكان اللائقة بالكبير المصري والعربي والإفريقي جماعية أيضا لكن المسؤولية الأولى والدور الأهم هو الدور القيادة وأعني مجلس الإدارة وبيقول الكابتن أسام عبد منعم في الجزئية الخاصة بالجمهور لم أعد أدري حقيقة من هو الطرف الصادق والآخر المغالط في أزمة حضور جماهير الأهل مبارياته على ملعبه وفقا للقواعد المحددة لجميع الأندية على ملعبها لكن الأهل في حاجة لمساندة جماهيره الآن أكثر من أي وقت مضى ده كلام الكابتن أسام عبد منعم وهو كابتن الأهلي في نهاية الستينات وبداية السبعينات بيأكد أنه الآن أكثر من أي وقت قبل كده الأهلي محتاج جمهور وبيقول وأثق تماما في أن هذه الجماهير الوعية تدرك جيدا مسؤولياتها عن نجاح مسيرة فريقها بقدر إدراكها مسؤولياتها عن حفظ النظام العام وأمن المجتمع ورأي المتواضع ده الكابتن أسام أن استمرار حرمان الأهلي أن استمرار حرمان الأهلي من مساندة جماهيره في هذه الظروف قرار غير مسؤول أو على الأقل غير مبرر ده رأي كابتن أسام عبد منها متأكد